أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات بفضل الأمن والاستقرار في البلاد وفي كلمته خلال الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكلية العسكرية بمقر الكلية الحربية شدد الرئيس السيسي على أن دور الجيش أن يحمي ويصون ويضحي من أجل بلاده مضيفا أن الجيش المصري يحافظ على الاستقرار والأمان دائما وقال الرئيس السيسي أن التخرج من الكلية يعد خطوة هامة في حياة كل خريج مشددا على أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومعالجتها تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في جولة ليلية موسع سير العمل بمشروعات التطوير العديدة من الطرق والميادين الرئيسية بشرم الشيخ ضمن خطوات استعداد المدينة لاستقبال المشاركين بمؤتمر تغير المناخ أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنصيق بين مختلف الجهات التي تنفذ المشروعات وأيضا العمل على الانتهاء من المشروعات قبل بدء فعاليات المؤتمر للظهور بالمظهر اللائق بمكانة الدولة وتفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ميدان السلام وعدد من الميادين الأخرى وكذلك أعمال الإضاءة الليلية كما تبع سير العمل في عدد من المشروعات التي تم تنفيذها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن جهود تهيئة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تنفيذ الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ ممشى السلام وخلال الجولة التفقدية أكد مدبولي أهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهي حضاري يدعم المنظومة السياحية بمدينة شرم الشيخ ويجذب أيضا السائحين والزوار كما يساعد على إتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل وفي ختام جولته الليلية بمدينة شرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أعمل تطوير سقالة شرم الشيخ بخليج نعمة وخلال الجولة استمع مدبولي إلى شرح لتفاصيل المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن سقالة خليج نعمة تعد أول سقالة تخدم رياضة الغوص بمحافظة جنوب سيناء كاملة ولذا فإن لها قيمة تاريخية كبيرة كما تفقد رئيس الوزراء أعمال رفع الكفاءة بطريق الملك عبدالله بخليج نعمة أكد قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبدالجواد أن القوات الجوية تمارس مهمها بكل عزيمة وإسرار ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر وهنى الفريق محمود فؤاد عبدالجواد رجال القوات الجوية بمختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية التسعين الذي يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر لعام 1973 والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعرقة المنصورة وأكد قائد القوات الجوية الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث إمكانتها بما يعزز قدراتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية من انتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا جديدا للعراق وقالت الخارجية الأمريكية في بيانة أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف وحل الخلافات بشكل ودي وسلمي من خلال العملية السياسية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو ينسى ستولتنبرغ أن الحلف سيراقب عن كذب التدريبات النووية الروسية المقبلة لكنه لن يتخلى عن مساندة أوكرانيا بسبب تهديدات موسكو النووية المستترة وخلال حوار مع الصحفيين بعد اجتماع على مدى يومين لوزراء دفاع دول الحلف حذر ستولتنبرغ موسكو عن عواقب وخيمة إذا استخدمت أي نوع من الأسلحة النووية ضد أوكرانيا لكنه امتنع عن الافصاح عن تفاصيل حول طبيعة الرد المحتمل من الحلف على ذلك وأضف أنه حتى استخدام سلاح نووي صغير سيكون أمرا خطيرا للغاية وسيغير بشكل جذري طبيعة الأزمة في أوكرانيا أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى سوب البحر قبالت ساحلها الشرقية وهو الأحدث في سلسلة عمليات الإطلاق وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق أنه دفع بطائرات مقاتلة ردا على تحليق مجموعة مؤلفة من عشر مقاتلات من كوريا الشمالية قرب حدود البلدين مضيفا أن بيونج يونج أطلقت حوالي 170 قضيفة مدفعية قبالت سواحلها الشرقية والغربية وفرضت سول أولى العقوبات من جانب واحد على بيونج يونج منذ ما يقرب من خمس سنوات حيث أدرجت في القائمة السوداء 15 فردا من كوريا الشمالية و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ مشاهدين نهاية مجزء التسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل